موسيقى أهلا بكم في تواصل دوت كوم مع استمرار تظاهرات تزامنا مع الذكرى الأولى الخامس والعشرين من تشرين أكتوبر استشهد متظاهرين اثنين أحدهم بعد سقوطه من جسر الجمهورية إثر استهداف المتظاهرين بالقنابل الصوتية من قبل القوات الحكومية والثاني برصاص القوات الحكومية يأتي هذا القمع الحكومي بعد استمرار التظاهرات من على جسر الجمهورية صباح اليوم وتصعيد متظاهر تشرين في الذكرى الانطلاق الأولى للثورة دعونا نتابع جانبا من قمع القوات الحكومية لمتظاهر ساحة التحرير ألف 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 شرعه 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 فهوه جرجعه الليل يعود لهم пять أهلا ما أعود فر و للم س intimate OD وفي ساحة التحرير تم تشيع جثمان الشهيد الذي سقط من على جسر الجمهورية حيث شيعه رفاقه من المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد فلنتابع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمهم الله وأسكنهما فسيحة جنتهم غرد الناشطون تحت وسم ثورة أكتوبر على منصة تويتر دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم مهدي غرد وقال الناصرية من ساحة الحبوب أسكتت أصوات النشاز ونطقت بصوت الجنوب الحسين نهج الحرية ودرب الثائرين المحامي علي العبدالله غرد وقال وإن سألوك عن وطني فقل جريح ومعتقل ومقتول وحزين ومقاوم قل لهم به شهيد يسعفه شهيد ويصوره شهيد ويودعه شهيد ويصلي عليه شهيد مضفر قال كل جوان التشرين مضيئة بثباتها وشهدائها إلا أن ذيؤول الأحزاب لينالوا من التشرين لن ينالوا من التشرين يظهرون أفعال أولاد الأحزاب والمسوسين من قبلهم يوسف غرد وقال لا تلقوا التهم على من استشهد وهو ينادي السلمية لو لم تكن سلمية لكنتم معلقين من رقابكم على أبوابنا وفي شوارعنا ثورة أكتوبر عراق بلا ميليشيات للنساء النصرية مواقف مشرفة كرجالها في ساحات التظاهر والاعتصام وكان لهم مواقف سجلوها بحضورهم القوي في مليونية الخامس والعشرين ومتشرين وصوتهم الذي يسمعه جميع أحزاب السلطة الفاسدة فنتابع المقطع التالي من مدينة النصرية أنا بنت النصرية لاكم أطلع يا أخواني أنا بنت النصرية ما أقبل قاعد عاني أنا بنت النصرية ما أقبل قاعد عاني أنا بنت النصرية أمد ما عفل متاني أنا بنت النصرية أمد ما عفل متاني أنا بنت النصرية أنا بت الناصرية أنا معروف المضايك أنا بت الناصرية أنا معروف القضيك أنا بت الناصرية ساعة ل entrepreneurial بيتي أنا بت الناصرية ونقرأ من التعليقات الداعمة والمتضامنة مع نساء ناصرية على منصة فيسبوك ياسمين علقت ألف تحية لنساء ناصرية ورجالها الأبطال الذين أرعبوا الفاسدين بثباتهم وسلميتهم محمد علق وقال حيو بنت العراق الأصيلة أينما كانت علي جميل قال تحياتي لنساء ناصرية البطلات لهن مواقف مشرفة دكتور جواد علق وقال ألف تحية للناصرية وأهلها بعد إساءة رئيس فرنسا إمانويل ماكرون لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ورفضهم تقديم الاعتذار ورفع الصور الموسية انطلقت حملات كبيرة في دول إسلامية عديدة لمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أقدمت متاجر وأسواق عديدة على رفع البضائع والمنتجات الفرنسية من داخل أسواقهم نصرة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دعونا متابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيان اللي امطلعتوا جمعية السالمية بناء على دعم الرسومات المسيئة لنبينا محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم قررنا رفع جميع المنتجات الله يعطيكم العافية وإن شاء الله بتلاقوا الرزقة ربنا وبعوركم عليها اشتركوا في القناة على المنتجات الفرنسية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا رفع هذه المنتجات ومقاطعة المنتجات الفرنسية دفع يوم أمس بالخارجية الفرنسية إلى إصدار بيان ودعوة الناس والشعوب العربية والإسلامية إلى عدم المقاطعة في دليل بأن هذه المقاطعة بدأت تأتي وكلها وبدأت تؤثر على الحكومة الفرنسية في ناس السياق وفي مطعم في دولة الكويت اختار صاحبه أن يضع صورة ماكرون على الأرض وذلك ردا على الإساءة الفرنسية ومن قبل رئيسها لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم دعونا نتابع هذا المقطع من الكويت وانطلق هاشتاج مقاطعة المنزل المنتجات الفرنسية حيث غرد عليه الناشطون وتصدر الترند منذ أيام عبروا فيه عن نصرتهم وتأييدهم لدعوات المقاطعة ردا على الإساءة الفرنسية للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة متابعة بعضا من التغريدات على منصة تويتر فيصل الشمري غرد وقال الأثر الاقتصادي من المقاطعة أكثر إلى من من ألف خطاب وكفيل بإرغام ماكرون ومن على شاكلته بتقديم الاعتذار لكافة المجتمعات الإسلامية يقلقهم أنها نتاج مجتمعات لا مؤسسات يمكن التفاوض معها حاكم المطيري قال ساهم في الحمل الإسلامي العالمي لمقاطعة كل صادرات فرنسا فقد حاربت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه والمسلمين مقاطعة البضايع الفرنسية سعيد قال الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يناله المنافقون فهد نايف قال يقولون ما ذنب تجارهم يعاقبون بفعل رجل واحد له أطماع انتخابية وسياسية ونقول حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع خمسة عشر يوما بسبب يهودي كشف عورة مسلمة مقاطعة المنتجات الفرنسية وفي نفس السياق تظاهرات ومسيرات احتجاجية على الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل فرنسا حيث شهدت تعالد من الدول الإسلامية تظاهرات رافضة ومستنكرة للعمل المشين نعرض لكم بعضا ممن تشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها في العراق وفلسطين وتركيا نعرض لكم بعضا ممن تشر على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة ونتابع تفاعل الجمهور والشعوب العربية على منصة فيسبوك حول لساء الفرنسية للنبي صلى الله عليه وسلم نقرأ أبو أحمد قال تحياتي وسلامي لكل الشرفاء المناظرين المدافعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين وعن كل المقدسات العربية والإسلامية فاطمة علقت وقالت خسئت يا ماكرون يا مكروف فرنسا خسئت إلا رسول الله مقاطعة لكل المتجات الفرنسية لا إله إلا الله محمد رسول الله فريال علقت وقالت اللهم انتقم منه ومن كل مسيء لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ميموزة قالت الله يحرق كل مخلوق يطيح بسمعة الرسول والإسلام والآن نذهب إلى فقرة أنتترى وصلنا عبر خدمة أنتترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها العزاء مقطع مصور من محافظة ميسان يظهر جانبا من تظاهرات مليونية الخامسة والعشرين من التشرين في الذكرى الأولى لهذه الانطلاقة دعونا نتابع هذا المقطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد وصلتنا رسالة عبر البريد الألكتروني لقناة الرافدين جاء فيها نناشد عبر قناتكم الكريمة الجهات المعنية في صلاح الدين بإيجاد حلول لنقل الأسلاك الكهربائية من وسط الأحياء السكنية في قرية عواجيلة في قضاء الشرقاط الساحل الأيسر إلى الشارع العام مما تسببه من خطورة على المواطنين داخل الأحياء والآن نذهب إلى هاشتاك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم يتصدر الترند العالمي للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الإساءة من قبل رئيس فرنسا فنتابع بعضا من التغريدات دكتور ميسر طاهر غرد وقال إلا رسول الله ستبقى يا رسول الله أعظم رجل مشى على الثرى ولم تضار صورتك مهما بعض البشر افترى فقد كنت ولا تزال وستبقى في نفوس محبيك ليوم الورى أعظم رجل صلى الله عليه وسلم رحمة غررت وقالت من لم يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في إسلامه ولا خير فيه ليس تكفيرا وإنما تحقيرا فتبا وسحقا وتعسا للحكام الصامتين أجمعين ولانته الله على الظالمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا تقصيرنا عبد العزيز الزهراني غرد وقال إلا رسول الله رسولنا خط أحمر ومن يتجاوز هذا الخط الأحمر فليبشر بأيام سوداء تنتظره طيلة حياته منى غررت وقالت إنا كفيناك المستهزئين آية تبعث الطمأنين بنصرة الله لرسوله وهذا وعد من الله له لا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة اللهم عليك بالمستهزئين أعداء الدين إلا رسول الله ولان نذهب إلى القصص المنوعة حملات كبيرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية تشهدها الأسواق العربية والإسلامية دعونا نتابع المزيد عبر تقرير لموقع إيجي بلاس عربي لمقاطعة المنتجات الفرنسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من منتج لفيلم مسيئين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلم يدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية دعونا نتابع قصة هذا الرجل مع تقرير لشبكة رزد أشتركوا في القناة وأشتركوا في القناة هذا هو مقابل الإسلام. هذا كان في مقابل أحضر من المقابل لأييه كبير 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 وكبير كبير وكبير كبير 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 موسيقى موسيقى الناس والمسيقى والمسيقى و هذا هو المسيقى لذلك المسيقى موسيقى و في التالي وح ذلك تجد بيقاف موسيقى لت تطبيل موسيقى 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 جهت ماذا لا يحدث لدينا بشكلة أيضا موسيقى لدينا بشكله موسيقى فهو لا يمكنك أن أعرض الناس في الناس كيف يمكن أن أعرف من المصنين عندما أصدرت فيه مصنون بيش مصنون وهذا كيف يحدث في الناس الكثير من المصنون في الحل كنت أصدرت فيها أنني أصدرت أنه أصدرت إليه شيء ليس كذلك انتظار جيدا انتظار جيدا جمِس مرحباً جميلاً معواجم كنت أشعر أشعر وحدثي ومع تشعر ومفتح جميلاً النصر الدغستاني حبيب نور يودع حلبات المصارعة ويعلن اعتزاله حيث حقق حبيب نور الكثير من العلقاب ولا المسجل ولا خسارة واحدة في مسيرته الرياضية دعونا نتابع هذه المسيرة الرياضية مع تقرير لشبكة القدس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع هذا التقرير نصل الى نهاية هذه الحلقة عزى المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم